اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فوت ميركاتو الريقراغي خليفة لخالر الزيتش داخل المنتخب المغربية نقل موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن مصادره من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن فوز القجاع يتجه نحو عرض عقد من ثلاث سنوات على والد ريقراغي مدرب الوداد للإشراف على تدريب المنتخب المغربي وأضفت ذات المصدر أن الإعلان المرتقب للجامعة سيكون في غضون الأيام القاللة القادمة وذلك في انتظار نهاية موسم المدرب مع فريقه الوداد ولعب آخر مباراة الله في الديربي معتبرا أن خطوة الجامعة تعد مكافأة رائعة للمدرب الشاب الذي لم يتوقف عن الصعود في صلم التألق منذ بداية مسيرته في مجال التدريب وبالتالي إطارة الإعجاب والتقدير مبرزا أن ريقراغي حقق موسم الناجحان بتتويجه بلقبي دور الأبطال والبطولة الاحترافية كما يواصل التنفس على لقب كأس العرش وكان وليد ريقراغي قد أكد أنه بالنسبة إلي عندما تتواج بلقبي دور الأبطال والبطولة الوطنية الاحترافية وتنفس للوصول إلى دور نصف نهائي كأس العرش يبدو لي أنه من الصعوبة بما كان أن تحقق أفضل مما جرى تحقيقه وتابع لذا يبدو لي من الأفضل أن يأتي مدرب آخر لكي يعطي نفسا آخر لكي يبقى الفريق في نفس المستوى وكما سبق أن قلت لرئيس عموم الجماهير الويداد فريق كبير على الريقراغي وعلى أي لعب بلاغ عاجل وكيل خالر الزيتش يفاجئ الجميع بهذه الخطوة الكبيرة قام وكيل أعمال البوصني وحيد خالر الزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بإخبار مسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم بأن موكيل سيعقد اجتماعا حسما خلال الأيام القليلة الماضية مع فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل تحديد مستقبله مع أصود الأطلس وحسب موقع بوطولات المصري فإن وكيل خالر الزيتش أكد بأن الأخير لا يمانع في تدريب المنتخب المصري مستقبلا في حال عدم استمراره في قيادة العارضة التقنية للمغرب وأكد خالر الزيتش حسب ذات المصادر بأنه يتشرف بتدريب المنتخب المصري ولا يمانع في خوض هذه التجربة وأنه مستعد لقبول المهمة ولكن بعد انتهاء مهمته مع المغرب البدراوي انتدابات الرجاء تتم في سرية تامة وما يتم الترويج له من باب جمع التفاعلات وخلق دجة ربحية أكد عزيز البدراوي رئيس نادي رجاء رياضي أن انتدابات الفريق الصيفية تتم في سرية تامة بعيدا عن التشويش والتاطية الإعلامية وأوضح البدراوي في تدوينة النشرة صباح اليوم التلتاء عبر حساب الشخص على موقع التواصل الاجتماع انستغرام أنه سيعلن قريبا بشكل رسمي عن الانتدابات وأضاف جميع ما يتم الترويج له الآن هو من باب جمع التفاعلات وخلق دجة ربحية لا غير وتنتظر جماهر نادي رجاء رياضي من الرئيس الحالي إحداث تغيير جدري على مستوى التركيبة البشرية للفريق الأول وهو ما وعد به البدراوي في خرجاته الإعلامي قبل توليه الرئاسة نادي إماراتي يفاوض وليد ريجراغي للتعاقد معه بدل المنتخب المغربية أكدت تقرار إعلامي بأن مدرب نادي الويدة رياضي وليد ريجراغي يتير اهتمام أحد الأندية الإماراتية التي ترغب في انتدابه كمدرب جديد لفريقها ابتداء من هذا الصيف وكان ريجراغي قد لمح في تصريحاته يوم أمس بأنه سيرحل من نادي الويدة رياضية وأكدت صعوفي المغربي محمد وموسي المشتغل في وكالة الأنباء الإماراتية بأن نادي الجزيرة الإماراتية دخل في مفاوضات مع وليد ونشر الصعوفي تدوينة عبر حسابي في الفيسبوك قال فيها نادي الجزيرة الإماراتية يدخل في مفاوضات مع وليد ريجراغي مدرب الويداد والجذير بالذكر أن ريجراغي يعد أبرز مرشح لقيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطن المغربية بعد رحيل النخيب الحالي وحيد خلال الزاتش حتى أن بعض الصعوفيين أكدوا بأن الاتفاق تم بين وليد والجامعة والعقد يمتد لثلاث سنوات لكن ليس هناك شيء رسمي حتى هذه اللحظة مصدر هذا الخبر مسؤول فرنسي يفقد حياته خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر عبرت اللجنة الأولمبية الفرنسية في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمية عن دهشتها وحزنها لوفاة جاي كولر رئيس الاتحاد الفرنسي لرفع الأتقل وكمال الأجسام في غرفته بالفندق في وهران حيث كان هناك في إطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط وأعلن البيان أن السلطات الجزائرية والقنصلية العامة لفرنسا في وهران تدخلت على الفور لتولي جميع الإجراءات المعمول بها كما تم حشد فرق الاتحادية الأولمبية الفرنسية لدعم الوفد الفرنسي الموجود في وهران كما أوضحت اللجنة أن بيرجيت هنريك رئيسة اللجنة الفرنسية الأولمبية قررت الصفر نحو وهران لدعم الوفد المشارك في الألعاب المتوسطية أولدلوفين البلجيكي يعلن تعاقده مع المغرب حمزة منديل لثلاث سنوات أعلن نادي أولدلوفين البلجيكي صباحا اليوم الثلاث تعاقده بشكل رسمي مع الدولة المغرب حمزة منديل قادما من نادي شاركا الألمانية أكد النادي البلجيكي عبر موقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت تعاقده مع الظهير الأيصر المغربي حمزة منديل لمدة ثلاث سنوات ويعتبر من ديل خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن ينتقل إلى نديل الفرنسي سنة 2016 ومنه إلى الدور الألماني رفقة الشالكة والذي قام بإعارته في مناسبتين إلا ديجونال فرنسي وغازع تابت تركيا ويملك اللعب المذكور في رصيدها 20 مباراة دولية رفقة لمنتخبه المغربية غير أن تراجع مستوى خلال الأربع سنوات الماضية جعله يفقد مكانه داخل التركي البالبشرية للمنتخب نايمار يوجه كاملة تركيزه نحو العمل في انتظار مونديال قطر 2022 أنهى البرازيلي نايمار دا سيلفا مهاجم فارق باريسان جرمان عطلته مؤكدا أنه من الآلف صاعدا سيوجه كاملة تركيزه نحو كرة القدم في انتظار مونديال قطر المقام في الفترة ما بين الواحد والعشر من نومبر المقبل إلى الثامن عشر من دجنبير وقال نايمار عبر حسابة على شبكة التواصل الاجتماعي الآن وقت التركيز التأم نحن البرازيليون لدينا بطولة علينا تحقيقها في إشارة إلى مونديال قطر وتفاعل العديد من لعب منتخب البرازيل مع نايمار أبرزهم تنائر ريال مادريد فينيسي جونيور ورودريغو ونشر لعب برشالون السابق رسالته مرفقة بها صورة يظهر فيها مبتسما أثناء عطلتها وأضف نايمار هذه الصورة لخص جيدا عطلتي التي تسودها الضحكات والسعادة رفقة من أحبهم ترجمة نانسي قنقر